مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب الكل يعلم أننا نعيش في عالم ساقط هذا العالم الساقط تسود فيه الخطيئة ومن سمات أو من مظاهر الخطيئة خطايا اللسان الشتيمة في كل مكان الحلفان القسم النطق باسم الرب باطلا حتى إلى الدرجة اللعن باسم الرب لجل هذا نحتاج أننا نتذكر الوصية الإلهية التي أتت في الوصايا العشر من ضمن الوصايا العشر هذه الوصية هي رقم ثلاثة والتي تقول لنا بكل وضوح لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا عشان كده موضوع الحلقة اليوم هو هذه الآية لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا الوصية الإلهية الوصية الإلهية مش بس جات في العهد الأديم لكنها أيضا أتت في العهد جديد في العهد الأديم بنجد في خروج عشرين وفي عدد سبعة هذه الكلمات التي هي ضمن الكلمات العشر أو الوصايا العشر التي أعطاه الرب لشعبه على جبل سينة لما قال الرب بكل وضوح لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا الرب يسوع ذهب إلى بعد آخر وذهب إلى تأكيد أيضا مهم عندما قال أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء لا تحنث لا تحنث بمعنى أنت لا تكسر القسم الذي أخست على نفسك بل أوفي للرب أقسامك وأما أنا فأقول لكم لا تحلف البتة لا بالسماء لأنها كرسية الله ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه ولا بأرشليم لأنها مدينة الملك العظيم ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعر واحدة بيضاء أو سوداء بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير ودي وسيط الرب يسوع في العهد الأديم يقول لنا لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا في العهد الجديد يقول لنا هذه الكلمات لا تحلف البتة لا بالسماء ولا بالأرض ولا بأي شيء بل يكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير على فكرة القسم باسم الرب أو النطق باسم الرب في الكلام لا يؤكد الكلام ده بالعكس يعني احنا عندنا المسألة المصري يقول لك قالوا للحرامي احلف قال جالك الفرج يعني لو هو هيحلف هو يجيل الفرج لأنه هيحلف كذبا وبالتالي الحلفان ليس هو الحل لأنه الإنسان يقول كلام الصدق لكن ماذا تعني هذه الوصية لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا لأن الرب لا يبرئ لا يبرئ من نطق باسمه باطلا يعني ايه اسم الرب الاسم لا يشير فقط إلى الشخص بل الاسم يشير في العهد القديم إلى صفات الشخص هو يعبر عن طبيعة الشخص يعبر عن قوته يعبر عن قدسته يعبر أيضا عن فعله وأفعاله يعبر عن سمعته يعني احنا حتى ما زلنا في العالم العربي يقول لك ده اسمه رنان شخص ده اسمه مثلا في السوق ده معروف إنه هذا الرجل أمين مجرد أنك تذكر اسمه أنت ذكرت طبيعة الشخص ده وصفات الشخص ده وسمعت هذا الشخص كويس لا تنطق الترجمة الحرفية لهذه الوصية أنك لا ترفع على شفتيك اسم الرب إلهك باطلا ما تحطش على شفتيك اسم الرب إلهك باطلا أي لا ترفع اسم الرب إلهك على لسانك باطلا لا تشير إليه ولا تذكر اسمه باطلا بعدم احترام وتقدير وإجلال لهذا الاسم العظيم واحنا نهارده ده نقول في مجتمع ساقط سواء في الغرب أو الشرق الشيتيمة بتسمعها كل يوم اسم الرب كل يوم الناس بتستهين باسم الرب في كل مكان والأجل هذا نحتاج أننا نقف أمام هذه الوصية لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا بل أعطي للرب التقدير والاحترام والمجد اللائق باسمه اسم الرب يعبر في الكتاب مؤدس أيضا عن قوته فالأنبياء في العهد القديم أجروا معجزاتهم باسم الرب لما نقرأ عن معجزات في العهد القديم كانت كلها بتتم باسم الرب بوترس ويحنى أيضا في أعمال ثلاثة استخدم اسم الرب لكي ما يقيم الإنسان الأعرج باسم الرب يسوع كمان عش كده الوصية دي هذه الوصية مضمنها مضمنها وجوهرها هي أنها تحذر الإنسان حتى لا يستهين بنطق اسم الرب وذلك لأن الرب لا يبرئ من ينطق باسمه باطلا وده بنجده على فكرة في الفكر اليهودي أكتر يلحق إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا معروف أنه اسم الرب يهوى عند اليهود لا ينطق لا ينطق حتى لو بتقرأ الكتال المؤدس وتأتي أمام الاسم المجيد اسم الرب يهوى اليهودي لا ينطق ما يقولش يهوى لكن ينطق ويقول مثلا أدناي السيد الرب السيد يعني كل المرات اللي بيقرأ فيها اليهودي التوراة عندما يأتي إلى يهوى لا ينطق يهوى لأنه يجل هذا الاسم ويقدر هذا الاسم ينطق السيد أو أدناي كثيرة يقول الذي له الاسم هاشم الذي له الاسم إشارة إلى اسم الرب ولما كان حتى اليهود زمان وهم بينسخوا المخطوطات عندما يأتي إلى اسم الرب كان يقوم بشعائر يعلن من خلالها تقديسه لاسم الرب فحتى الحبر اللي بيستخدمه والريشة اللي بيستخدمها عندما يأتي عند اسم الرب لابد أن يغير ويستخدم ريشة جديدة وحبر جديد اسم الرب اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنى لهذا قال الرب يسوع بكل وضوح الرب يسوع قال للمؤمنين وللتلاميذ لا تحلفوا البتة لا تحلفوا البتة لأنك لأنك لست صاحب السماء ولا الأرض ولا حتى شعر رأسك أنت لا تمتلك شيئا أنت كلامك يقول نعم نعم ولا لا لا تحلفوا البتة لا بالسماء لأنها كرسية الله ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه مش بس أن أنت ما تحلفش باسم الرب لكن كمان أن أنت ما تحلفش باسم المقدسات بتاعة الرب أمور الله نفسه خلقته اللي خلقها عمل يديه اللي صنعه يعني إيه باطلا متى يكون النطق باسم الرب باطلا لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا كلمة باطلا المرادف لها كاذبا ابعد عني الباطل والكذب إنك أنت بتستخدم اسم ربنا وإنت عارف أن أنت اللي بتقوله كذب أنت عارف اللي أنت بتقوله كذب أنت بتحاول أنك تقول أن أنت صادق بس أنت عارف أنك كذب ويا ما ناس بتحلف بتحلف باسم ربنا ليل نهار وكأنه مثلا ربنا ده ملهوش أي قدسية ولا أي اعتبار ولا أي احترام ولا أي تقدير كاذبا لكن كمان تعني أنك لا تحلف باسم الرب أو لا تنطق باسم الرب إلهك بدوافع شريرة هو فيه دوافع شريرة آه طبعا لما تحب أن أنت أنت عارف أن أنت غشاش بس علشان تخلي اللي قدامك يصدعك فأنت بتستخدم اسم الرب أنت عارف أن أنت كذاب لكن لما تستخدم اسم الرب وتحلف أنت بتحاول تقنع لقدامك أن أنت إنسان صادق دوافعك شريرة أو بتحاول تحصل على حاجة من خلال أن أنت تظهر يعني قدسية وصدقك وكلامك الطاهر لكن أنت تعلم جيدا أن دوافعك في استخدام اسم الرب دوافع شريرة وإحنا بنعيش في عالم عالم إسلامي والعالم الإسلامي أيضا مشكلة كبيرة عنده هي السب والشتم واللعن في شوارعنا بنسمعها من جراننا بنسمعها أمور كتيرة بيذكر فيها اسم الرب الرب لا ينبغي أن يذكر فيها دوافع شريرة بدون معنى أو فائدة أنك تكرر على طول أنك تردد مجرد اسم الرب بدون فائدة ولا بدون معنى أنت عشان حفزت عشان حفزت لكن النطق بإسم الرب باطلا لي أيضا أبعاد أخرى الأشرار بيستخدموا اسم الرب في شتائمهم وفي لعناتهم ده صح معروف أنه هو شرير لكن للأسف بيستخدم اسم الرب وينجس اسم الرب من خلال الشتائم التي يجتمها ومن خلال أيضا اللعنات التي يلعنها وهذه خطية الله غيور على اسمه هو قال كده أنه لا يبرئ من نطق باسمه باطلا مش هيبرئه لكن هيدينه وما أكثر الأشرار الذين في عالمنا اليوم حتى في الموفيز وفي الأفلام تجد اشتيمة باسم الرب تجد لعنات باسم الرب وكأنها أصبحت يعني سلاية في فم الإنسان الحلف باسم الرب كاذبا أنك تحلب باسم الرب كاذبا علشان يعني غاية عندك شريرة أنك تحصل أو أنك تغشل قدامك أو أنك تجذب عليه فأنت بتستخدم اسم الرب لأجل ما يعني تحقق غرض شرير عندك تستخدم اسم الرب في الكذب تستخدم اسم الرب في الكذب وعش كده احنا كمسيحيين مؤمنين بالرب ينبغي أن يكون كلامنا نعم نعم لا لا ينبغي ينبغي أن يكون عندنا تقديس لإسم الرب ينبغي أن لا نحلف أن لا نشتم أن لا نسب أن لا نلعن لأن دي خطايا دي خطايا كمان الرديل القسم باستخدام المقدسات يا مكتير أوي يقول لك هاتل الكتاب مؤدس أحلف عليه هاتل الصليب أحلف عليه صح هذا لا ينبغي أن يكون هذا لا ينبغي أن يكون أوهات كتيرة بيبقى الإخوة العابرين اللي نشأوا في بيوت إسلامية بيبقى الأمر ده بنسبة لهم صعبة أول ما بيعرف المسيح لأنه مش متعود هو تعود على الحلفان هو تعود على استخدام اسم الرب بطريقة في بيته الإسلامي لكن بياخد وقته عبقى لما يبدأ يزبط كلماته وألفاظه لأنه بكلامك تتبرر وبكلامك تدان أنت ما تقدرش تحلف حتى بالمقدسات الرب قال لشعب وكذلك حتى بقرشليم مدينة الملك ولا حتى بشعر رأسك لأنك لا تستطيع أن تجعل واحدة بيضاء وواحدة سوداء تقدرش كده لازم يكون لازم يكون كلامك نانا نعم نعم ولا لا الحلف باستخدام اسم الرب وبمقدسات الرب لا ينبغي أن يكون أجبار الآخرين على القسم تبقى أنت في مركز سلطة مثلا وإنت عايز واحد اللي أنت يعني معاك ده يقسم أنت بتكبره على فعل الخطيئة أجبار الآخرين على القسم باستخدام اسم الرب لما نقوله قول كذا قول كذا احلف أنت بتشجعه على فعل الخطيئة هذه الخطيئة استخدام اسم الرب في الفكهات والتهريج يبقى عندنا نكتة ونتحك من خلالها على اسم الرب العالم الخاطي بيعمل كده العالم الخاطي النهاردة حتى النكت بتاعتهم ما هي إلا استهانة بالرب بيتريق على ربنا بيتريق على عماله وياما بنسمع حوالينا ناس كتيرة بسبب شرهم بينجسوا الاسم المقدس لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا والتحذير لأن الرب لا يبرئ ربنا غيور على اسمه هو غيور على اسمه هو غيور على سمعته هو غيور على مجده وإن كان الرب بيتمهل إلى الآن فدلك يمنحنا توبة ويقودنا إلى التوبة أن ندرك خطيتنا ونتوب إلى الرب حبائي اللسان فيه موت وفيه حياة الكلام الكلام اللي أنا بقوله بيبررني أو يدني وعش كده مهم جدا كمؤمنين أننا تكون كلمتنا وألفظنا ومفرداتنا مختلفة عن أهل العالم كلمة رب تنهين عن الآتي كلمة رب في هذه الوصية لا تنطق باسم الرب إلهك بطلا تنهينه عن الآتي عن ثلاث حاجات أساسية أول حاجة تنهينه عن استخدام اسم الرب لأجل مكسب شخصي أوعى ويمكن ده للأسف منتشر كثير بين رجال الدين وما بين التجار وما بين أي واحد عنده بيزنس ويز أنه بيستخدم اسم الرب لأجل مكسب شخصي لأجل مكسب شخصي البلد الوحيدة البلد الوحيدة اللي بيقوله لا لا تعلن ما بتعلنش عن أن منتجتها كويسة هي اليابان ليه؟ لأن المنتج نفسه بيعلن عن نفسه أي واحد فينا زمان لما كنا شاب سانوي كان بقى الكستات اللي طلعة جديدة صغيرة اللي نحط فيها الشرايت وال الووكمان والإيرفون بقى لما يكون واحد جاب حاجة ياباني كان يبقى مفتخر جدا بيها لأنه عارف إنه أو نوعية الجهاز ده مختلف عن أي جهاز تاني حيث الصوت والاستمرية والنقاء وكل حاجة والجودة فالمؤمن مفترض يعلن عن نفسه بهذا الشكل مش إنه يحلف الناس مش هتصدقك لما تحلف ولما تحلف كتير مش هتصدقوك كتير الشخص اللي بيحلف أعرف على طول إنه بيجذب لأنه بيستهين باسم الرب وبيستخدم اسم الرب لمكاسب شخصية هتقول لي بس الزبون اللي جاي عندي مش فاهم الكلام ده هقول له ما عنديش علاقة بالزبون أنا ليه علاقة بيك أنت كمؤمن أو بتدعي إنك مؤمن حاجة تانية استخدام اسم الرب لتبرير أفعال شخصية إنك بقي يعني أنا أصلا أصدي وتحلف إنه وكذا وإنه أنت بتبرر أفعالك شخصية بتستخدم اسم الرب قول لك أنا كذا أصلا يعني كان قصدي كذا ويحلف طب أنت بتحلف ليه بتحلف ليه إلا إلا هيزيد لما تحلف تفتكر لقدامك يعني هيصدعك استخدام اسم الرب لتبرير أفعال شرير استخدام اسم الرب للعن يا مناس النهاردة بتستخدم اسم ربنا عشان تلعن الناس ويا ما فيه فيديوهات و ومش بس فيديوهات احنا كنا الواحد بيبقاعد في بيته والجامع من الشمال من هنا والجامع اللي من يمين من هنا والعنات التي تنصب على الكفار باسم الله واليهود والنصارى ولعنات ولعنات ده أنا فيه فيديوهات لواحد يعيط وهو بيلعن الاخرين في الجوامع كلها حتى في الجامع الحرم الماك هو بيعيط وعمال يلعن في الاخرين اللهم ما يتم اولادهم اللهم رمل زوجاتهم اللهم مش عارف اصبهم بايه اللهم مجعل احشاءهم كذا اعمال نازل هو مقتنع هو مقتنع ان ربنا بيسمع له ودي المصيبة الكبرى دي الطاعمة الكبرى للأسف ضحكوا عليه وقالوا له ربنا هيسمع هذه الكلمات كلمات اللعنة هذه ده الكتاب يقول لنا باركوا لعنيكم احسنوا الى الذين يسئون اليكم من انت عشان تلعن غيرك هو اللي مولاه لكن لاننا بنعيش في عالم شرير ساقط بنجد فيه خطايا اللسان في كل مكان الوصيل الالهي ايضا بتنهانا عن استخدام الباطل والخاطئ لاسم الرب ازاي زي ما قلت بتستخدم اسم الرب في الغش يقول كده مزمور مية سوري 34 وعدد 13 صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش ان كان في حاجة تقدر انك تصون تصونها فصون شفتيك صن لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش في مزمور 120 وعدد 13 يقول ماذا يعطيك وماذا يزيد لك لسان الغش لسان الغش هيدي لك ايه لسان الغش هيزود ايه لسان الغش ده بالعكس هيأتي باللعن عليك هيأتي بدينونة الله لأن الله لا يبرئ من يغش اتفكر ان انت لما بتغش الناس تضحك عليهم باسم الله وانك تحلف عشان تثبت الغش بتاعك انك هتتبارك عمرها عمرها ما بتبقى كده كان غيرك اشتر كان غيرك اشتر يمكن تراوح اخر النهار معك فيله الزيادة لكن كأنك بتحطهم في كيس مذكوب هيديعوا مفهمش اي بركة لونهم جايين من الغش والنصب استخدام اسم الرب في الكذب يقول لنا كده في امثال ستة وعدد سبعتاشر عيون متعالية لسان كاذب ايد سافكة دمان بريئا دي السبعة اللي الستة اللي بيبغدها الرب والسبعة اللي بيكرهها الستة بيكرهها الرب وسبعة بيبغدها بتبغدها نفسه من ضمنها عيون متعالية كبرياء ولسان كاذب لسان كاذب الكاذب 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 واحدة من الخطايا اللي بتدمر الانسان وزي ما احنا بنقول في المسأة العربي الكاذب ملهوش رجلين كاذب هيج وقت وينكشف انطالت او انقصرت لان الكاذب ملهوش رجلين والانسان الانسان دايما بيجذب لاجل سببين كبار يعني الكاذب في حياة الانسان لو قرينا عن الكاذب او درسنا انه دايما هناك سببين اساسيين ممكن يدفعوا الانسان للكاذب اول حاجة انه يحصل على حاجة مش بتاعته او عايز يحصل على حاجة عايز يحصل على مكسب عايز يغش عايز هيجذب علشان يحصل على ما لا يستحق ان يحصل عليه الحاجة التانية انه الانسان ممكن يجذب لكي ما يتجنب عقاب يعني ودي بنشوفها في اولادنا لما كانوا صغارين لما تقول له ما تعملش كذا وبعدين يعملها فتقول انت عملتها قلت لا يا بابا انا ما عملتاش هو 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 ليه بيجذب هو خايف من العقاب فالانسان لما بيخاف من العقاب بيضطر يجذب ده ليس مبرر ليس مبرر احنا كنا نعلم ولادنا اقول الصدق والصدق هو لا ينقذك مش الكذب الصدق هو لا ينقذك مش الكذب عش كده يقول جميع جمع الكنوز بلسان كاذب هو بخار مطرود لطالب الموت جمع الكنوز بلسان كاذب عمل زال بخار نبيعج زي ما قلت استخدام اسم الرب في عدم تقدير وعدم احترام لا تحلف ولا تستخدم عبارات مثلا انك تقول كذا كذا والله كذا وتعد تحلف وتستخدم اسم الرب باطلا لا تسيء للرب وتتهم لأسف ناس كتيرة بتنسب للرب امور الرب بريء منها يعني مش واحد بيعاتب على ربنا لا 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 ده واحد بيقول لربنا ابعد عننا وبمعرفة طرقك لنصر ده واحد بيقول لربنا انت سبب البلاوي ده واحد بيقول لربنا انت بسبب الشر اللي موجود هو ينسب للرب ينسب للرب جهالة وينسب للرب عدم معرفة وينسب للرب ايضا عدم محبة وينسب للرب عدم قداسة ناس كتيرة بتنسب للرب ما لا ينبغي ان ينسب استخدام اسمه رب زي ما قلت لتلعن شخص او تلعن الله نفسه لك تلعن شخص او تلعن الله نفسه زي ما مرات ايوب قلعن الله وموت عن جهل طيب بس انا عندي مشكلة انا حاولت كتير مرات ومرات اني اغير من اسلوب كلامي بس فشلت اني اتحرر من الكلمات الباطلة لكني فشلت في رسالة يعقوب في جزء بيكلم عن اللسان وعن مخاطر اللسان وبيشبه اللسان بيشبه اللسان بيحجتين بيتدفاء اللي بتحرك السفينة بيتدفاء اللي بتحرك الدقيقة السفينة سوري واللجام اللي بيحرك الحصان ده اللسان في جسم الانسان هم حاجتين صغيرين لكن بيحركوا لكل هنا يقولن ايه يقولن في رسالة سعقوب بأصحاح ثلاثة يقول في عدد اتنين لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا يعني اللي بيتحكم في لسانه بيتحكم في كل جسده من يلجم لسانه كأنه بيلجم ويسيطر على كل الجسد عش كده يقول لنا هو ذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطوعنا هم نحط اللجم في فم الخيل عشان نقدر نحركها عشان نقدر أن نسيطر عليها علشان تطوعنا شمال ويمين وسريع أو توقف فندير جسمها كله هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير هكذا اللسان أيضا هو عضو صغير اللسان عضو صغير ويفتخر متعظما هو ذا نار قليل اللسان لو الإنسان ما سيطرش عليه بيصير زي النار بيقول لنا هو ذا نار قليل أي وقود تحرق هذه النار لا يمكن تحرق الإنسان كله يا ما ناس بكلماتها ضمرت حياة ناس يا ما حد قال كلمة لحد جرحه تسببت في ضماره نفسي ويمكن ضماره الجسدي يا ما أطفال بنشوفهم هنا في أمريكا بسبب التنمر عليهم أو حتى في بلدنا بسبب التنمر عليهم من زميلهم بسبب التنمر بالكلام عليهم الولاد دول قراروا ينتحروا الولاد دول قراروا ينتحروا وعدد من الولاد انتحر بسبب التنمر بسبب الكلام اللي بيخرج من فم الإنسان وهو عامل زي النار اللي بيحرق يا ما بيوت بتخرب بسبب الكلام انه مفيش حد قادر انه يتحكم في لسانه سواء الزوج او الزوجة عشان كده مهم جدا اللسان في الفكر المسيحي يقولينا كده انه اللسان عامل زي اللجام اللي بتحط في الخيل او الدفة اللي بتحط في السفينة بدونها بدون التحكم فيه كل الجسد بيحلك حدش فينا بيحب يكون مع انسان قليل ادب حدش فينا محدش فينا بيحب يكون مصاحب انسان صليت اللسان محدش فينا بيحب انه يكون مصاحب انسان قليل ادب وكلمات وجرحة لكل الناس فيش ده بالعكس ده الواحد بيشوف هؤلاء يغرب عنهم لانه بسببهم هتيجي مشاكل وبسبب اللسان ياما ناس بلسانها ايضا بتزرع خصومات بين اخوة عارفين الشخص الشخصيات اللي بتزرع خصام بين الاخوة يجل لك اخوك ده اخوك ده صلو اناني اخوك ده مش بيحبك اخوك ده عمل انت شريك معاه في الشغل بس هو بقى كسب من وراك وحط فلوس في البنك من غير ما انت يعني انت بصفتك مين بتتكلم ويبدأ يزرع خصومات بين اخوة ويبدأ يزرع خصومات بين اعضاء الكنيسة اه ويتدحلب لك ويكون عامل زي الحية الحية في ناس انا اعرفها اسيس اشرف اعرف فلان مطلب تتكلم على فلان في عدم وجوده هؤلاء الاشخاص دينوندهم عند الرب كبيرة هؤلاء الاشخاص بيحرقوا نفسهم وبيحرقوا اللي حولهم عشان كده انا نصحتي لي ولا اي شخص اخر ابعد 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 نهائي مع اي شخص من اي شخص لا يستطيع ان يتحكم في لسانه ولا يستطيع ان يتحكم في غضبه ولا يستطيع ان يتحكم في ردود افعاله ولسانه صليت وقليل ادب وبسهولة جدا يهين الاخرين بدون ان يفكر او يعي ولا يستطيع ان يضبط لسانه ابعد عنهم عن هؤلاء اهرب او من هؤلاء اهرب فمرة كنت بحكي مع ابني ف حكي عن الصداقة والاصدقاء وكده فبقول له من خلال خبرة حياتي اقدر اقولك حاجة واحدة بس اوعى تاخد شخص صديق ليك من قبل ما تشوف رد فعله لما يختلف معاك او يغضب يعني رقبه من بعيد وشوف رد فعله لما يختلف معاك هتكون شكلها ايه وشوف رد فعله لما يغضب هتكون شكله ايه لانه اذا اذا الشخص متحكم في لسانه هتكون علاقتك معاه اسهل واحسن واروع وهتبنه بعض لكن لو شخص مش متحكم في غضبه ولا في لسانه هيجرك لتحت وهيئذيك وهيئذي نفسه عش كده اللي يقرى فينا سفر الامثال سفر الامثال مليان مليان بالكلام عن اللسان ايات وراعيات 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 بتكلمنا عن اللسان وعن مخطره وعن الكلام اللي بيخرج من الانسان عشان كده لما نيجي للسؤال ده واو حد يقولك انا عندي مشكلة في لساني هنا الرسول يعقوب قال انه لسان عامل زي اللي جام وزي ايضا الدفة اللي في السفينة كويس لكن كمان القديس اغسطينوس في الجزء ده وبيفسر لنا الجزء ده قال لنا اين قال لا يروض الحصان نفسه عمركو شفت حصان بيروض نفسه يعني فيه افلام كتيرة بالزات افلام رعاة البقر لما كانوا في الافلام دي يطلعوا يجيبوا الحصينة من البرية الحصينة اللي هي بنسميها يعني لسه شوية مش يعني مش متدربة لما يروح يجيبوا الاحصينة دي ما بتشوفش حصان منهم يقعد يدرب نفسه علشان يبقى كويس علشان يبقى عشان يتركب وعلشان يتحكم الاخرين فيه مفيش حصان انه مفيش حصان بيروض نفسه مفيش حصان بيروض نفسه ابدا ولا ايضا الانسان يقدر ان يفعل هذا ومفيش انسان يقدر يروض لسانه يعني يعني طيب انت كده عقتها ايدي الحقيقة الحصان محتاج الى انسان يروضه عاقل يروضه ولسان الانسان محتاج الى الرب لكي ما يغير هذا اللسان ويروض هذا الانسان فيه عشان كده يقول لنا الحاجة ملحة للانسان ان يروض الحصان وبنفس الطريقة وبنفس الطريقة الى الله كي يروض الانسان احنا بطبعتنا اشرار احنا بطبعتنا الشريرا يعني ممكن نجرح بلسانه لكن من الذي يستطيع ان يروض هو رب واحده هو الذي يستطيع ان يغير القلب فلما الرب يغير القلب يتغير اللسان لانه من فضلة القلب يتكلم اللسان لما ألبك يمتلي بالنعمة لسانك يمتلي بالنعمة لما ألبك يمتلي بالغفران لسانك يعبر عن الغفران لما ألبك يمتلي بالرحمة لسانك يعبر عن الرحمة لما ألبك يمتلي بمحبة الرب لسانك يعبر عن هذه فمن فضلة القلب يتكلم اللسان وعلشان اللسان يتغير محتاج القلب يتغير محتاج القلب يتغير والذي وحده يستطيع أن يغير القلب هو شخص يسوع المسيح الذي يستطيع أن يرود الإنسان ويجعله ابنا له في الملكوت هو الرب يسوع مش بس اللسان لكن كل حاجة في حياة الإنسان وكمان الإنسان المؤمن محتاج أنه يتدرب محتاج أنه يصمت محتاج أنه يتعلم الصمت أكتر أنه يسمع أكتر محتاج أنه يضبط لسانه يعمل مرات بتخرج كلمات من أفواهنا نقول ياريتني كنت صبرت شوية ياريتني ما كنت قلتها ياريتني ما كنت قلتها أنت بتكره لسانك وحاسس أنه لسانك أو لسانك سبب أزيليك سبب أزيلي الآخرين أنا عندي خبر صار أنه رب يستطيع أن يغير ورب يستطيع أن يعطي قلبا جديدا ورب يستطيع أن يمنحك لسانا يخرج البركات وليس اللعنات القديس جروم القديس جروم هو اللي بترجم الكتاب المؤدس اليوناني إلى اللاتيني كويس بيقول الكلمات دي عن اللسان يقول يقتل السيف الجسم ويقتل اللسان النفس السيف ممكن يقسم جسم الإنسان لكن اللسان ممكن يقتل نفس الإنسان لا يعرف اللسان الاعتدال فإما أن يكون عظيم الصلاح أو عظيم الشر ما عرفش الاعتدال يمن يكون شتام وسباب ويلعن ويحلف يمن يكون عظيم الصلاح إنه عظيم الصلاح عندما يعرف أن المسيح هو الله لما اللسان أو الإنسان يعرف أن المسيح هو الله من هنا بيبدأ يحط نفسه على طريق الصلاح وعظيم الشر عندما يكحد ذلك عندما يرفض ذلك الإنسان يبقى شرير ليته لا يخدع أحد نفسه ظننا أنه لم يخطئ قط فأني أخطئ وذلك بلساني الإنسان بيخطئ مش بس فكره لكن بلسانه وخطايا لسان كثيرة كثيرة جدا 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 عشان كده الكتاب يقول لنا لا تخرج كلمة راضية من أفواهكم عشان كده الكتاب يوصينا إنه كل ما يخرج من أفواهنا يكون للبنيان وليس للعد عشان كده الكتاب يوصينا إن الله تنطق باسم الرب إلهك باطلا عشان كده الرب يسوع أوصانا إنه لا تحلف البتة بل يكن كلامكم نعم نعم ولا لا وما زاد على ذلك فهم الشرير عشان كده نقدر نصلي مع كاتب المزمور في مزمور 141 وفي عدد 3 لما قال للرب اجعل يا رب حارسا لفمي احفظ باب شفتيا اجعل يا رب حارسا لفمي احفظ باب شفتيا إن كنت عايز تكون حياتك بركة للي حواليك لازم تكون دي صلاتك إن كنت عايز تغير الوضع اللي انت فيه من عداء مع نفسك وعداء مع الآخرين لابد أنك تجعل هذه الصلاة صلاتك كنت عايز تبني بيتك وإن كنت عايزة تبني بيتك لازم تكون هذه الصلاة صلاتك اجعل يا رب حارسا لفمي اجعل حارسا لفمي احفظ باب شفتيا وكان المرنم يعني أنا بتخيله يقوله يعني يا رب لما لما جي أنطق بحاجة غلط حطت ايدك على شفتيا فلا أنطق بها طيب منيجي إلى الحقيقة المهمة لا تنطق باسم الرب إليك بطلا الرب يقول لنا أنه هو غيور على اسمه يقول لنا كده في لويين 24 وعدد 16 ومن جدف على اسم الرب فأنه يقتل ليجدف على اسم الرب يقتل يرجمه كل الجماعة رجما الغريب كالوطني عندما يجدف على الاسم يقتل عندما الإنسان يجدف على اسم الرب فالله لا يبرئ من ينطق باسمه باطلة وفي حسقيال 36 عدد 20 و22 يقول لنا فلما جاءوا للأمم حيث جاءوا نجسوا اسمي القدوس بيكلم بحزن عن شعب ربنا إزاي هذا الشعب الذي يعرف اسم الرب وأعلن له الرب اسمه والرب قال له لا تنطق باسمي باطلا هذا الشعب للأسف ينجس اسم الرب إذ قالوا لهم هؤلاء شعب الرب وقد خرجوا من أرضه فتحننتوا على اسم القدوس الذي نجسه بيت إسرائيل في الأمم حيث جاءوا بخطيتهم بعبادتهم للأوثان بطرد الله ليهم أيضا من أرضهم نجسوا اسم الرب طبعا جي إلى سؤال أو سؤالين أختم بيهم هذه الحلقة سؤالين يمكن بيدوروا في ذهن البعض وهو بيسمع كلام الرب يسوع بيقول لا تحلف البتة كويس لا بسماء ولا بالأرض بل يكون كلامكم نعم نعم ولا لا السؤال الأول الذي يأتي هنا هو هل يجوز للمسيحي أن يقسم بوقار أمام هيئة قضائية يعني أنا لنهاردة إذا دعيت كشاهد في قضية أمام القضاء كويس طبعا مش مش هقف زي ما قال عاد الإمام في مسرحيات وحاية الصداقة اللي بينه وبينكم هقول الحق مش هينفع هناك قسم رسمي هناك قسم معتمد قانونيا كويس لأي شخص يقف قدام القضاء فهل القسم أمام القضاء يتعارض مع كلام المسيح أنه لا تحلف البتة كويس وهل يجوز للمسيحي أن يفعل هذا أو لما النهاردة يعني في أي بلد المهاجرين عايشين فيها لما بتاخد الجنسية وبتروح قدام القاضي أنت لازم تقسم أنك تحترم قانون البلد وأن أنت يعني تكون والي ليها وكل الأمور دي لو عملتهاش مش مش تاخد الجنسية ولو ما أقسمتش قدام القاضي اللي أنت واقف قدام ممكن يحطك في السجن كويس فهل يجوز أنا بقول يجوز مش أنا الوحدي معظم اللهوتين الكبار أيضا سواء الغربيين أو الشرقيين ويقول يجوز يجوز طبعا القسم في هذه الحالة ليه لأن القسم في هذه الحالة ليس بهدف مكاسب شخصية وليس استخدام اسم الرب بأغراض شريرة لكن القسم في هذه الحالة يهدف إلى تحقيق مطلب قانوني هذا المطلب القانوني هو الوصول إلى الحقيقة وإثبات الحق ويكون بذلك تعبيرا عن أن الإنسان مسؤول أمام الله عن الكلام اللي هيقوله من أكبر الجرائم اللي ممكن الإنسان يتعرض لها إذا شهد بقسم أمام القضاء وطلعت شهدته كذب أو إذا استدعاه مثلا المجلس النواب أو مجلس الشيوخ وللشهادة بتاعته وبالقسم ده under oath يعني أنه الحلف ده أنه كذب دي دي على طول فيها سجن لكن هل يجوز أن الإنسان طبعا ده مطلب قانوني أنت مش بيستخدم اسم الله هنا بطلا كويس ولا على الفاضي والمليان الرسول بوليس في مرات استشهد بالرب بيقول كده ولكني أستشهد الله على نفسي أني إشفاقا عليكم لم آتي إلى كورونسس فمن الناحية طبعا نحن ما عندناش فتاوي المسيحية ليست مبنية على فتاوي كويس لكن هذا هو اقتناء الشخصي وممكن يكون اقتراع حضرتك مختلف عني ولك كل الاحترام لكن بقول أنه أمام المطلب القانوني الشرعي إذا طلب من الإنسان في مرة من المرات أمام قاضي أو أمام لجنة محلفين أو في موقف قضائي ما أنه لابد أن تكون شهدته مصحوبة بقسم فعل الإنسان أن يفعلها دون شعور بالزنب دون شعور بالزنب طيب أمر آخر ماذا عن النازر ماذا عن النازر احنا كلمنا عن القسم طيب ماذا عن النازر هل النازر إذا نظرت حاجة باسم الرب وأخليت عن نازري هل دا استخدام اسم الرب باطلا النازر النازر في الكتاب المقدس ليس من الأمور المفروضة أو ليس من العبادات المفروضة على الإنسان يعني يعني ليس هناك وصية إلهية بتلزمنا كمؤمنين إن احنا ننزر ونقدم نزور ما فيش وصية كتابية لكن هو أمر كتابي مباح ومتروك لحرية الإنسان طبعا كلنا نبعد عن يفتاح كويس ونازري يفتاح في صفر القضاء صحة 11 لكن لكن إذا نظرت فده أمر اختياري أنت اللي اخترت ولأنك أنت الذي نطقت أمام الرب واخترت هذا فمن الأفضل والأحسن أنك توفي بنازرك كويس كمان النازري في الكتاب المؤدس هو للرب وحده أو الهتاني النزور هي للرب وهو في العلي نزورك فهي للعلي يعني 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 ما فيش حاجة اسمها أنزر لقديس فلان ولا أنزر للمكان الفلاني ولا أدم نازري علشان القديسة فلانة ما فيش حاجة الكلام دا مش موجود في كتاب المؤدس كلام دا كله غلط النازر هو للرب وحده لأنك أنت بتنظر وبتنطق بأمر سوف تفعله للرب كنوع من الشكر والإحسان والعرفان بالجميل كويس فده النقطة مهمة أوعى تنظر لأي شيء غير الرب نذورنا هي للعلي فقط هي للعلي فقط هي للرب فقط لأنه هو وحده الذي يستحق الشكر والحمد والامتنان ولأنه وحده هو الرب الذي ليس معه سواه هو وحده أي نذر آخر لأي شخص آخر هقولها من هنا وأنا مرتاح الدمير خطيئ لا ينبغي أن تكون فنذورنا هي للعلي طيب من ينذر شيئا للرب من ينذر شيئا للرب عليه أن يفيه ولا يتأخر عن الوفاء عشان كده في سفر الجمعة بيعلمني بيقول لي حاجة مهمة جدا بيقول لي بيقول لي إذا نذرت نذرا لله خلوا بالكم أن نذر أيضا مين لله فلا تتأخر عن الوفاء به يعني أنت كنت في ضيقة وأنت بتصلي وبينك وبين الرب قلت يا رب أنا فعلا لو خرجت من الضيقة دي أنا حابب أكرمك وأشكرك وها عمل كذا وكذا أنت مش بتدي رشوة للرب النذور ليست رشاوي للرب أن يفعل ما نريد النذور هي امتنان وشكر قلوبنا لما فعله الرب أو سيفعله الرب كويس فإذا نطقت بهذا أمام الرب حسن لك أن تفعل لأنه ربنا مش بيهرج معك ومش عيل صغير تقول كلام قدامه وبعدين يعني ترمي في البحر فيقول كده فلا تتأخر عن الوفاء به لأنه لا يصر بالجهال فهو في بما نظرته أن لا تنظر خير من أن تنظر ولا تفي يعني قدام الرب أن أنت ما تنظر شيء أفضل من أن أنت تنظر للرب شيء ولا تفي به أرجع مرة تانية للحقيقة المهمة لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا اجعل كده يا رب حارسا على فمي قله كده رب غير قلبي فيضغر لساني فلا أكون شتام ولا حلاف ولا سباب ولا إنسان بيستخدم اسمك باطلا أوعى تستخدم اسم الرب باطلا وكون في كلامك نعم نعم ولا لا وكون صادق كن صادق حتى لو أنت أخطأت حتى لو أنت أخطأت أنت مش لازم تحلف عشان تبرر نفسك أنت أسهل حاجة تقول أنا أخطأت حقك علي الرب يقدس أفكارنا ويقدس أيضا كلمتنا لمجد المسيح وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح مع حضراتك مع حضراتك ترجمة نانسي قنقر